المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يستعنفان التفاوض بالشأن الوثيقة الدستورية السبت المقبل قوى سياسية تستعجل تشكيل مؤسسات الحكم المدني لقطع الطريق أمام أعداء الثورة مواطل الكوما بشمال دارفور يواجهون أوضاع صعبة جراء السيول التي ضربت المنطقة أهلا بكم مشاهدين يدخل المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير السبت المقبل في اجتماع مشترك بشأن دراسة الوثيقة الدستورية وأعلن الممثل الدائم الاتحاد الافريقي لدى السودان السفير محمد بلعيش استئناف التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير السبت المقبل لاستكمال كل الترتبات المتعلقة بالاتفاق السياسي وأضح أن الهدف من استئناف الاجتماعات هو تحقيق أهداف الثورة السودانية المجيدة في الحرية والتغيير والديمقراطية أعلنت قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية توصلهما في أديس أبابا لاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية وقال في بيان المشترك إنهم اتفقا على الإسراء في تشكيل السلطة المدنية الانتقالية على أن تكون أولى مهمها تحقيق اتفاق سلام شامل يبدأ بإجراءات تمهدية عاجلة تخلق المناخ الملائمة للسلام كما اتفقا على إنشاء هيكل يقود قوى الحرية والتغيير طوال المرحلة الانتقالية وقال البيان إن الاتفاق ناقش الحرب والسلام في السودان وأشار البيان أيضا إلى أن قوى الحرية والتغيير تهدف لفتح الطريق أمام اتفاق شامل مع حركات الكفاح المسلح فور الانتقال للحكم المدني كما دع البيان القوى الإقليمية والدولية لدعم الشعب السوداني في مساعيه لضمان أمنه واستقراره وعيشه الكريم حذر حزب المؤتمر السوداني من تداعيات المحاولات الانقلابية على الأمن والاستقرار بالبلاد وقال إنها طريق سيقود البلاد إلى مواجهة شاملة ومؤسفة كما اعتبر الحزب في بيان له أن الإسراع في إكمال التفاوض والاتفاق على وثيقة دستورية وتشكيل مؤسسات السلطة يتسق مع أهداف الثورة لتبدأ في تنفيذ مهام الفترة الانتقالية وعلى رأسها تفكيك النظام البائد قال الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي إن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي أعلن عنها المجلس العسكري الانتقالي أمس كانت متوقعة وأشار خلال مخاطبته ندوة سياسية نظمها حزبه إلى أن عناصر النظام البائد ما زالت تمتلك المال والسلاح والكوادر وأكد أن هذه الملامح تؤدي إلى عمل مضاب وشدد المهدي على ضرورة الإسراء في تشكيل مؤسسات الحكومة المدنية لاجتياز المرحلة الراهنة ورجح أن يؤدي التاخير في تشكيل المؤسسات إلى مؤامرات تضر بمصلحة الوطن كما دعا المهدي إلى إجراء تحقيق عادل وشفاف مع كل من شارك في المحاولة الانقلابية الأخيرة بجانب التحقيق مع الذين ارتكبوا المجزرة في فضل الاعتصام ودعا المجلس العسكري الانتقالي إلى مراعاة الضبط الأمني وفي الأثناء شار المهدي إلى أن حزبه وضع خطة استنهاض سثنائية تعبوية تنظيمية إعلامية وديبلوماسية أعلن والي ولاية الجزيرة عن تشكيل لجنة لتقص الحقائق في النزاع الذي حدث بين قريتي الكريكاب والشيكينيبة وأدى لوفاة وإصابة عدد من المواطنين وأشار أحمد حنان أحمد صبير والي الجزيرة عن وضع جملة من التدابير والتعزيزات الأمنية بمحلية المناقل وكان الوالي أنهى زيارة إلى المنطقة التي شهدت النزاع وقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد والذي توفي في الأحداث والتقل بالمواطنين في القريتين وأكد حرص الحكومة على تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير احتياجات المواطنين ضبطت قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني بولاية شمال كردفان كميات من الأسلحات بمنطقة الجبل جنوب مدينة الأبيض وهي عبارة عن أربع عشرة قطعة سلاح كلاشنكوف وذلك إثر متابعة أحد التجار المعروفين وقال والي ولاية شمال كردفان محمد خضر محمد حامد إن الجهد الكبير الذي ظلت تقوم به قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني لحفظ الأمن والاستقرار أدى إلى هذه الضبطية وهي تعد الثانية خلال هذا الشهر جهاز الأمن والمخابرات الوطني من الضبط عزد 14 بمنطقة كلاشنكوف وتم ضبط هذا السلاح مع تاجر والتاجر معروف عنه إن شاء الله ونحن نقدر هذا الجهد ونسمي الدورة الكبيرة في جهاز الأمن والمخابرات الوطني ونتمنى من الإخوة في بقية الأكهزة الأمنية كلهم ومن جانبه كشف مدير جهاز الأمن بشمال كردفان كامل حسب الرسول عن هوية المتهم وأشار إلى أنه من تجار الأسلحة المعروفين بالولاية وسيقدم لمحاكمة عادلة وأنشد المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تمت الضبطية الثانية خلال الأسبوعين في لبيض وفي منطقة تبعد سبعة كيلو منطقة الجبلين وهذه الضبطية جاءت بعد جهود جبارة من التيمة المنفذة العملية وهي تأتي في إطار حماية المواطن وأمنه والسغراره ونحن إن شاء الله مجهوداتنا ستظل مستمرة لحماية الأمن والوطن ونقول أنها الضبطية تمت بجهود كبيرة ونحن إن شاء الله كأجهزة أمنية بنتعامل وفق الضوابط الغانونية وسيقدم إن شاء الله للمحاكمة ونتمنى الأمن والأمان لأهلنا في ولاية شمال كردفان وفي كل السودان يعيش مواطنو سبعة أحياء بمدينة الكومة بشمال دارفور أوضاعا إنسانية صعبة بعد أن فقدوا منازلهم جراء السيول التي اجتاحت المحلية بداية الشهر الحالي ونشد المواطنون المنظمات الخيرية لمد يد العون لهم وتوفير الغذاء والكساء والمأوى في ذات الوقت شرعت محلية الكومة في وضع خطة للحيلولة دون تكرار السيول أسابيع مضت على محنة أهل مدينة الكومة جراء السيول والأمطار لم يجد غير ظلال الأشجار مأوى لهم وقليل من خيام لا تكفي لإيواء أسرة واحدة فلا مأوى ولا طعام إلا ما تتعاوره الأيدي ينضج على نار الصبر لا يقيم الأودى ولو لبضع ساعات مناشد المنظمات هي دعمة لكن ما الدعم بسيط نتمنى أن يستعجل إلينا والناس طبعا قاعدوا في ظرف ظرف خريف ويأتوا إلينا بالمشمعات والخيام الممكن تأوى الناس أسرة ممكن بدوها مشمع واحد لكن غير كافي وهي حاجة لكن نتمنى من أخواننا والناشد كل الخيريين وكل الناس حجم الضرر حجم كبير جدا وغير متوقع والله يغني محتاجين لقيم ومحتاجين لخزاء وكذلك عندنا طلبة مدررين من الكراسات وأقلام وعندنا برضو أموال الدعات الحال يغني عن السؤال وبرغم أن صوت الاستغاثة كان عالية إلا أن الاستجابة والغوث لم يكن كافية فما زالت الحوجة في ازدياد حتى في الظل بضع تدخلات من المنظمات لا تتناسب وحجم الكارثة أشدنا كل المنظمات الوطنية والمنظمات الاجنبية المحلية والحمد لله رب العالمين اتصيابوا لهذا النداء والأقاموا بحصر مدررين وتوزيع معينات بتاعة يوا ومعينات بتاعة ماكل ومشرب إن شاء الله ثمت جهود للهلال الأحمر السوداني ومنظمة الغذاء العالمي بما توفر من غذاء ربما لا يغطي حوجة الكثيرين الذين ينتظرون إغاثة تعينهم على محن الخريفة الضرر الكلي استلموا مواد لمدة شهر كامل مواد غذاء لمدة شهر كامل المواد التي ذكرتها قبل شوية التي تتمثل في الزورة والزيت والعدس والملح وبسكوية الأطفال دون عمر الخامسة وكذلك ديل لمدة شهر كامل الناس المضررين ضرر جزئي ديل وزعنا لهم لمدة 16 يوم الوضع بحسب السلطات المحلية تحت السيطرة لكن لا سيطرة على الأقدار التي تجو بمشيئة الخالق إلا أن الحذر واجب حذر ربما يجنب المنطقة ما هو آت حتى لا يزيد من معاناة المواطنين نحن قمنا بعمل القطة ووضعنا ترتيبات ما إخواننا في وزارة البنى التحتية في الولاية والإخوة في منظمة الإيواء الطوائية للتنمية بعمل مسح كامل حددنا مسار في الاتجاه الخربي لمدينة الكومة بفتح مسار كامل وعمل نوافذ إدافية بخرد إنسيا والمياه بوضعها التبيئة دون الدخول إلى المدينة والحمد لله بدنا الآن في ترتيبات وصلتنا الآليات المطلوبة لتنفيذ هذه القطة وإن شاء الله في خلال هذه الأيام سوف تكتمل هذا المشروع حجم الضرر أكبر ومؤشر الخطورة في ارتفاع وعشرات الأسر تهدمت منازلهم تماما بفعل السيول والأمطار ليس لهم أي مأوى سوى الأشجار ينتظرون عونا إغاثيا عاجلا من المنظمات والخيرين والمؤسسات ياسر أدم حسن قناة الشروق ولاية شمال دارفور من مدينة الكومة وفي الخرطوم شهدت ساحة الحرية ساحة الخضراء سابقا عصر اليوم حجدا جماهريا من أجل مناصرة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وشارك في الحجد عدد من القيادات السياسية والمجتمعية لمناصرة وتأييد القوات المسلحة والدعم السريع وعدد من قطاعات العاملين والشباب والمرأة